طبعا مصر بتمر بتجربة عظيمة وهي التعليم الالكتروني عن طريق تابلت تعليم الالكتروني ودي حاجة عظيمة جدا شفناها اولا امبارح اعلن عنها وزير التربية والتعليم وعملوا امتحانات اولى سنوي عبر الانترنت عبر التابلت طبعا ست الوزير طاري شاوي الراجل المحترم اللي لا يتوانى عن ان هو يعمل مداخلات في كل القنوات ويبواف على منصته عمال يشرح للناس خلي بالك كورونا دي دخلتنا برضو في تجارب ربما يكون فيها استفادة مستقبلية باذن الله ان شاء الله اكيد يعني لا اتحدث عن تصرفاتنا كاشخاص وتصرفات الدول واهتماماتها على رأي واحد طالع يقولك المطرب من دول بيروح ساعة ولا ساعة اللي رابع في الفرح بيهبد له تلتمائة ربنا اذا يرزقوا الجميع يعني تلتمائة ربعمائة الف جنيه والباحث العلمي في المعامل اللي بيدور على دواء الفيروس او مصلة او لقاح او لاخره بياخد له مش عارف ايه يعني انا الاوان مش بتكلم عن المطربين بشكل عمالي شو حدش فهمني غلط يعني بتكلم على مهن كتيرة تستحق التقدير مننا بمنتهى صراحة تستحق التقدير مننا يعني النهاردة كلنا وقفين تعظيم سلام للجيش الابريط طبعا 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 ما كانش حد فيه نفزهنه ودكتور ماشي جنبه كده او هو رايح مستشفى او بتاعه مش عارف ايه يدي للطبيب او للممرض او للممرضة ما يستحقه من تقدير حقيقي وما شاء الله الدولة بصت في الفترة الاخيرة وبدأت تعمل حوافز وا 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 الاخره وهو اقل ما يستحقونه الحقيقة دي من ضمن ايجابيات كورونا من ضمن ايجابيات كورونا طبعا يجب ان تكون تصرفاتنا وداعا بقى للاحقاد وداعا للغل وداعا للحسد وداعا للمؤامرات وداعا لاخلاقيات ما كان يجب ان تكون في وسطينا جميعا دون استثناء ولا استثني نفسي من هذا الحوار عايزين نرتقي بانفسنا حسينا دلوقتي كلنا ان كلنا في بوتقة واحدة كلنا في بوتقة واحدة العالم كله في بوتقة واحدة هذا الفيروس لم يترك لم يترك على وجه الارض وبالتالي علينا ان نكون على قدر الحدث دي هتبقى من ايجابيات ان شاء الله هذا الفيروس اما على مستوى الدول طبعا انا لا املك انا اتحدث على مستوى الدول لكن املك التمني املك انه لا يكون التسابق من اجل الاسلحة والتسليح والنووي وغيره ان يستبدل بالتجارب العلمية الخاصة بصحة الانسان ومواجهة ما يمكن ان يصيبه مستقبلا من كوارث مثل كارثة هذا الفيروس يعني يعني تتوجه الدول للانسانيات اكتر تتوجه الدول للحفاظ على البيئة النهاردة من كم يوم كده قالك بالليل الناس كلها شمت ريحة فل وياسمين وسؤل في القاهرة واسكندرية فعلا حصل ده فكان التبرير الوحيد اللي تقال في هذا التوقيت انه عشان ما فيش عربيات وما فيش عوادم ما فيش عربيات وما فيش عوادم وبالتالي الانبعاثات الحرارية اللي بتلوث الاجواء ما كانتش موجودة فبدأنا نشم روائح طيب هذا والحفاظ على البيئة امور كثيرة في هذا الاتجارح هي محتاجة متخصصين يتكلموا فيها لكن من المؤكد من المؤكد ان انا سنخرج بدروس من هذه الكورونا كمان زي ما انا قلت بقى الدكتور طاري الشاوي عمل امتحانات ولسانوي لمئات الالاف من الطلبة ودي حاجة عظيمة جدا جدا عبر التابلت ونتعود على الطرق الجديدة في التعليم خمسمية تمانية وسبعين الف طالب وطالبة من داخل المنازل استخدموا الشرائح والبيانات اللي تم توزيعها بوصلة الشركة المصرية الاتصالات اتوزعت على الطلاب مجموعات محافظات دخول للامتحانات توزيع الاحمال كمان على منصة الاختبارات خلال اليوم من تمانية صباح حتى اربعة مساء كلام ده كان اول مبارح علشان ما يحصلش ضغط والخدمة تطقطع والكلام ده كل تجربة جديدة ربما هذه التجربة عندما تثبت اقدامها على الارض يبقى هناك اسلوب جديد في التعليم وارد جدا ده بقول حضرتكم لكل مصيبة هناك ايضا ان شاء الله فوائد وايجابيات باذن الله ان شاء الله